تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس حلقتنا اليوم من وحي كأس العرب اللي بيقترب مني هاي تضيل له مباراة واحدة يوم السبت زي ما بنعرف جميعا البطولة اللي خلينا نعترف كثير أبهرت ناس مننا كثير فاجأت ناس مننا في البدايات أخذناها على أنها حتكون باردة ودية ما فيش فيها محترفين ثم شفنا مستوى رائع ثم شفنا جمهور رائع وهذا كله كان تحت غطى تنظيم رائع وتغطي إعلامية رائعة وأذكر بعد نهاية كأس أنديت العرب أول مرة بعد ما أعيدت حياء لها كتبت أنه إجا دور كأس العرب كأس المنتخبات لأنه إحنا حنشوف وجه آخر لهذه البطولة وهذه البطولة أثبتت وجهة النظر أنه كأس العرب في حياة في روح في فرصة تسويقية رهيبة فرصة ترويجية رهيبة وأيضا إعتقدت تجيب إعلانات وبالتلفزيوني وفوق ذلك بتقدر أيضا تبحث عن مواهب عربية وتجيبها للدوريات اللي محها قدرات مالية أعلى في حلقة اليوم عندي اقتراح عن أفضل طريقة لاستكمال هذه البطولة من الصعب جدا نتخيل أنها تظلها تقام بقطر كل أربع سنين كدولة واحدة من الصعب جدا لأنه الدولة بعد فترة ممكن تفقد الفائد المطلقة الدول الثانية بتصير تتردز تشارك بنفس الدولة بصير شوية شوية احتراضات وهذا الشي بنعرفه فأعتقد احنا عندنا عربيا ثلاث دول قادرة ماليا عندها الاهتمام المالي عندها القدرات الإعلامية الجاهدة لاستضافة هذه البطولة لاحظوا أني أنا بعرف أنه مصر المغرب عندها شعبية رهيبة لكرة القدم الجزائر عندها شعبية رهيبة لكرة القدم لكن بينقصها هذه الدول التنوع السكاني اللي موجود في دول الخليج ليش؟ يعني مثلا في الإمارات في السعودية في قطر نبارات مصر تسعين بالمئة منها بتضمن الجمهور مصري من السعودية نفس الشي الأردن فلسطين كل الدول اللي بتلعب حتلقى هذا التنوع السكاني اللي موجود فيها فبالتالي ما بدك تتوقع السياح يجوك وما يجوك والتعقيدات هذه لا يعني الملعب بايع هذه بتتميز فيها دول الخليج إضافة لأنها بتتميز أنها عندها رغبة مستمرة في مفهوم الاستثمار الرياضي لغيات اقتصادية هذا واضح جدا في الثلاث دول هذه السعودية الإمارات قطر فهنا أنا شايف أنه ربما يكون أفضل حال نشوف استدامة هذه البطولة باستضافة ثلاثية بين هذه الدول الثلاث بحيث أنه مجموعة هون مجموعة هون مجموعة هون والنسخة اللي بعدها اللي بعد أربع سنين أو تلت سنين زي ما بدهم تكون نفس الشي تتوزع الدول يعني مثلا مرة بتلعب لي لكويت في الإمارات بعدين بتلعبها في قطر بعدين بتلعبها في السعودية بنوع من المداورة هذه تقريبا قد ما يقدروا لأنه بتعمل مجموعات فيها قرعة وفيها حدود أنا شايف أنه هذا النظام الوحيد اللي ممكن يخلي البطولة تستمر وشايف أنه حيخلينا نوصل شوي شوي لرسميتها رغم تردد الفيفا دائما أنه يعترف ببطولة رسمية على أساس علقي أو ديني زي ما ما يعرف لكن أعتقد مع الضغوط مع التبريرات مع إظهار أهمية ذلك لتسويق اللاعبين في 400 مليون نسمة للعالم كله السكاوتس هتصير أسهل يجوا يشوفوا اللاعبين في هذه البطولة إحنا حنصير نكتشف أنديتنا المحلية مثلا الأندي الخارجية اللي بتستثمر أو أنديت مصر الكبرى اللي بتدفع فلوس كويس أو حتى في تونس في بعض الأندي بتدفع كويس إذا شافت لعبين ممتازين ممكن يفكروا فيهم يجيبوهم عندهم فهذا ترويج تسويق فيه فائدة كروية لهذا الموضوع جدا لازم تأخذوا كل المنتخبات على محمل الجد أتمنى رؤية استضافة ثلاثية لهذه البطولة بعد سنوات حتى تستمر بنفس الشغف حتى تستمر بنفس الدعم ونفس الاهتمام وربما تكون هذه الاستضافة الثلاثية تحضير لشيء أكبر في المستقبل عربيا ربما تكون تحضير أنه منقدر نستضيف مع بعض بطولات كبرى في المستقبل أيضا وبالتكاليف بتصير أقل على كل دولة وفوائد اقتصادية أعلى بوصلهم لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإستجرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة